وارجعنا لكم تاني المهاردة بإذن الله هنستكمل الجزء الخاص ببرنامج الـ Excel وبرنامج الـ Excel ده خاص ببرنامج أو اسمه برنامج الجداول الحسابية أو الجداول الإلكترونية طيب برنامج الـ Excel ده باستخدمه في إيه؟ أقدر أستخدمه في إنشاء الجداول الإلكترونية وأقدر أستخدمه في إنشاء التقارير والمرتبات والأجور وأقدر أصمم بيه فواتير إلكترونية وأقدر أعمل بيه عمليات حسابية ودوال منطقية ورياضية وأقدر أعمل بيه العمليات المعقدة والبسيطة وأقدر أحل بيه المسائل الصعبة وزي ما قلنا المعقدة وأقدر أعمل بيه إحصائيات وتحليل للبيانات وبرضو أقدر أستخدمه في أي جزء خاص بالمحاسبة والجداول الإلكترونية دي استخدامات البرنامج هيفيدنا كتير جدا بإذن الله تعالوا نتعرف مع بعض على الجهاز باستخدامات البرنامج أكتر وأكتر وياريت نركز مع بعض عشان نفهم إيه هو برنامج الإكسل برنامج الإكسل تعريفه هو أحد برامج شركة مايكروسوفت ويستخدم للتعامل مع الأرقام والجداول ويحتوي على كثير من الدوال التي تخدم عدة مجالات طيب تمام بعد كده بيتم تخزين البيانات فيه في صورة جدول يسمى ورقة عمل أو ووركشيت ومجموعة أوراق عمل تسمى دفتر العمل طيب شبهنا الدفتر يبقى الوركبوك أو دفتر العمل عبارة عن كتاب جوه الكتاب مجموعة من أوراق العمل يبقى فيه فرق ما بين دفتر العمل اللي هو المصنف وجوه أوراق العمل اللي هي الأوراق الافتراضية الموجودة في البرنامج الجزء اللي بعده بنقسم ورقة العمل الوحدة إلى مجموعة من الأعمدة والصفوف كل عندي كل عمود تقاطع العمود مع الصقف بيديني الخلية طبعا كل خلية أقدر أستخدمها بقى في كتابة النصوص والأرقام وأقدر أستخدمها في كتابة الدوال والصيخ لو هعمل عملية حسابية أو ده اللي أقدر أستخدمها بالجزء الخاص بالخلية وزي ما احنا عارفين فيه فرق ما بين الخلية الناشطة والخلية الغير ناشطة طيب الفرق الخلية الناشطة اللي أنا واقف عليها بالموس اللي أقدر أكتب بيها الجزء الخاص بالأرقام أو البيانات لو أنا مش واقف عليها يبقى هي الخلية غير نشطة تعالوا نشوف مع بعض على الجهاز يتم تسمية الأعمدة بحروف أبجادية إنجليزية ويتم تسمية الصفوف بالأرقام طيب مميزات البرنامج أقدر أخزم منه كميات هائلة من البيانات زي ما احنا قلنا من شوية في صورة جداول بيتم ربطها ببعضها البعض وأقدر أعمل تحليل البيانات واسترجعها وأن البرنامج بيحتوي على مجموعة كبيرة من الدولة الحسابية والمنطقية والمالية اللي أقدر أساهل بيها الشغل عندي طيب من ضمن المميزات اللي قلناها من شوية برضو إن أنا أقدر أنشئ وشكل الرسوم البيانية أقدر أنقل وانسخ وأعمل عملية تبادل البيانات بين أوراق العمل المختلفة يعني إيه؟ يعني أقدر وليكن أنا عامل ملف في مصنف تاني أقدر أخذ الملف في ورقة العمل دي أعطف في مصنف تاني وأقدر أنقل البيانات الخاصة بورقة العمل دي في ورقة عمل تانية أقدر أعمل تداول في البيانات وأعمل نقل ونسخ كل ده بسهولة جدا في البرنامج تعالوا نشوف مع بعض بعد كده أول حاجة هنشتغل بفتح البرنامج تعالوا نشوف هنشغل البرنامج إزاي على الجهاز قدامي أهو من أداة السيرج تحت خالص هضغط عليها وبعد كده هقدر أكتب اسم البرنامج بمجرد ما كتبت أول حرفين أو ثلاثة من اسم البرنامج هيظهر معايا أهو مايكو زفت إكسيل 2010 هضغط عليه هيشتغل معايا البرنامج عادي جدا وأقدر أكبر أهو دي الشاشة الافتاحية للبرنامج تعالوا نشوف مع بعض الشاشة الافتاحية للبرنامج بقى بتتكون من إيه؟ قدامي أهو ده أول حاجة شريط العنوان بيحتوي من اسمه وعنوان اسم البرنامج وعنوان المصنف وعندي الجزء اللي على الشمال ده جزء اللي هو شريط أدوات الوصول السريع بيحتوي على أداة الحفظ وأداة التراجع وخطوة الوراء وخطوة الأمام وهكذا والسهم ده أقدر أضيف منه أعمل تخصيص للكوايم وبرضو عندي الجزء اللي هو ده اللي فيه المربعات دي اسمها خلايا زي ما قلنا دي الخالية الناشطة اللي أنا واقف عليها الجزء اللي هنا ده غير ناشط لأننا مش محدده عندي شريط الإزاحة أهي أو شريط التمرير عندي شريط أوفقي وشريط رأسي وبرضو عندي الجزء اللي تحت ده اللي هو الخاص بالتكبير وتصغير منطقة العمل اهو إزاق بيكبر عندي والناقص بيصغر وعندي برضو الجزء اللي هنا ده اسمه شريط التنقل بين أوراق العمل شيط 1 و 2 و 3 والجزء اللي فوق عندي اللي هو العمود اهو عبارة عن مجموعة رأسية والصفوف أفقية زي ما احنا شايفين تقاطع الصف مع العمود بديني الخالية هي بتعريف الخالية التقاطع الصف مع العمود وزي ما قلنا دي الخالية الناشطة واللي أنا واقف عليها البرة دي مش محددة بالخط الاسود دي يبقى دي غير ناشطة عندي الجزء اللي تحته ده اسمه شريط التبويبات كل التبويب يحتوي على مجموعة من الأدوات مختلفة عن الأداة اللي غيرها أو التبويب اللي غيره ده اسمه الجزء الخاص بتبويب فايل عندي save بيحفظ لو لأول مرة save as بيحفظ بإسم تاني ونسخة تانية على مكان تاني على الجهاز وأبن فتح ملف موجود على الجهاز واختصاره control و-o أو cattle و-o والclose بيقفل لي البرنامج وعندي اختصاره برضو cattle و-f4 info بيجب لي معلومات عن الملف اللي أنا واقف عليه أو اللي أنا مشغله recent بيجب لي قائمة بأسماء اهو عندي لو جبت info اهو جاب لي الملف اللي أنا عملته الخصائص بتاعته وال recent قائمة بأسماء الملفات اللي أنا شغلت آخر حاجاني وننشاء لو هنشئ ملف جديد أو مصنف جديد print لو عايز أطبع أقدر أعدل من الإعدادات من هنا save and send أقدر أحفظ وأبعد بالإيميل أو الويب وأقدر أعمل نسخة PDF كمان من هنا وبرضو الهيل بالخاص المساعدة والoptions دي خاصة بالخيارات و-exit اللي هي خروج واختصارها alt و-f4 والأداة التصغير minimize restore الاستعادة و-ex طبعا بنقفل بيها البرنامج من هنا ودي منطقة العمل يبقى الجزء اللي احنا شرحناه ده الشاشة الافتاحية للبرنامج وعرفنا بتنتكون من إيه الأساسيات أول ما شغل البرنامج زي ما قلنا بكتب اسم البرنامج في شريط المهم تحت أول حرفين بيظهر معي البرنامج وبشغله وبيظهر للشاشة الافتاحية أقدر أتحكم بقى وعرف الأساسيات بتاع البرنامج قبل ما أطبق بإذن الله في البرنامج تعالوا نشوف مع بعض هندرس إيه تاني من هذا التحرك داخل ورقة العمل إزاي بقدر أتحكم في ورقة العمل وأنا شغال فيه تلات طرق للتحرك داخل ورقة العمل أول حاجة باستخدام أشريطة التمرير وباستخدام الموس وباستخدام لوحة المفاتيح كيبورد تعالوا نشوفها على الجهاز أهو قدامي لما باجي أهو الجزء اللي على الشماء اليمين خالص ده اسمه الشريط التمرير أهو يا إما الرأسي أو الأفقي اللي تحت فيه اتنين شريط زي ما احنا شايفين والجزء اللي هو عندي ده اسمه منطقة العمل بتحكم بالموس كل ضغطة بيقف لي على الخلية وأقدر أتحكم بالكيبورد بالأسهم اللي موجودة في الوحة المفاتيح أطلع وانزل وأتحرك يمين بالاتجاهات الموجودة في الكيبورد طيب تمام دي الطرق تحرك تاخل الورقة العمل طيب إزاي بيتم تغيير اتجاه ورقة العمل ودي نقطة مهمة جدا لو أنا شغال في مصنف باللغة الإنجليزية هيظهر لي معايا عادي طبيعي الاتجاه من اليسار لليمين طيب لو أنا عملت التصميم اللي أنا هعمله أو الجدول اللي أنا هشتغل عليه ده عايز عامل التصميم بتاعه باللغة العربية يبقى طبيعي هخلي الاتجاه غير الاتجاه بتاعه من اليسار اليمين إلى اليمين من اليمين إلى اليسار عشان يناسب اتجاه اللغة العربية طيب تعالوا نشوف هنعمل الخاصية دي ونعدلها إزاي على الجهاز أهو قدامي من تبويب بيج لقوت اللي هو تخطيط الصفحة بضغط عليه وبعد كده بضغط على الأداء اللي هي رمز السهم دي أهي وبلاقي اسمها شيت رايت وليفت يعني غير لي الشيط اتجاه الورقة من اليمين خليهولي من اليمين إلى اليسار يبقى كده أنا غيرت اتجاه الورقة تعالوا نشوف مع بعض إزاي هيتغير معي أهو لما بضغط على تبويب بيج لقوت بضغط باجي عند الجزء اللي هو شيت رايت وليفت تغط عليه أهو هتلاقوا الجزء انتنقل الـ ABC بقى اتجاهه من اليمين إلى اليسار ده اتجاه ورقة العمل تعالوا نشوف الجزء اللي بعده أنواع البيانات تعالوا نشوف مع بعض طبعا فيه أنواع كتيرة من البيانات ثلاثة أنواع وهم عشان أشتغل بالبرنامج لازم أعرف أفرق ما بين كل نوع من أنواع البرنامج طيب أول نوع وهو البيانات النصية أو الحرفية من اسمه نصوص أو حروف بما بتعامل مع الحروف والحروف بتستخدمش عمليات حسابية طبيعي يبقى لا يسمح بإجراء العمليات الحسابية عليها طيب النوع الثاني وهو البيانات النصية طبيعي بيانات الرقمية النوع الثاني طالما فيه أرقام يبقى هكتب وأقدر أعمل عمليات حسابية النوع الثالث وهو الصيغ وهو خاص بالدوال والصيغ اللي أنا بقدر أضيف عليها البيانات زي ما احنا نتعرف عن الوقتي على الجهاز تعالوا نشوف مع بعض البيانات النصية أو الحرفية هي مجموعة متتالية من الحروف والمسافات والأرقام يتعرف عليها البرنامج كنص ولا يسمح بإجراء عمليات حسابية عليها ليه لا يسمح؟ لأنها نصوص وحروف ماينفعش أجمع أو أطرح حروف طيب البيانات الرقمية طبيعي أرقام يبقى دي أقدر أشتغل عليها وأعمل عمليات حسابية وبرضه من ضمنها أرقام أو تواريخ كل دي أي بيانات فيها أرقام يبقى دي بيانات رقمية بيسمح البرنامج بإجراء عمليات حسابية عليها تمام؟ تعالوا نشوف اللي بعد الصياخ زي ما قلنا من شوية الصياخ دي بتقوم بإجراء عمليات حسابية على القيم في ورقة العمل يبقى الصياخ دي اللي هستغل عليها أقدر أجمع بقى العمليات الحسابية عليها داخل ورقة العمل وأنا شغال داخل الworkbook أو sheet تعالوا نشوف بقى إزاي بيتم إدخال البيانات النصية تدريب قم بكتابة القاتي في الخلية A1 اكتب الشركة الدولية بعد كده الخلية رقم A2 اكتب مبيعات شهر اكتوبر بعد كده المطلوب اللي بعده بيقول لي حدد اتجاه الورقة من اليمين إلى اليسار يبقى كده عايزين نطبق الجزء اللي احنا خدنا كله في التدريب ده تعالوا نشوف هنحله إزاي مع بعض ركز عندي الجزء أهو الخاص بالخلاية عندي A1 أهو بضغط عليها كليك شمال وهكتب اسم الشركة الدولية بعد كده عايز أوسع شوية باجي ما بينهم كده واسحب عشان أكبر المساحة واجي عند A2 بكتب مثلا وليكن مبيعات شهر اكتوبر وبعد كده أقدر أعمل من بيجلي قوت اللي هي تخطيط الصفحة عشان أغير الاتجاه لو مش متنشطة بقف أي خلية تانية وأقول له شي ترايت وليفت زي ما أخدناها من شوية خير لاتجاه ورقة العمل خلاهولي من اليمين إلى اليسار زي ما احنا شايفين وبكده نكون خلصنا التدريب حلنا بسهولة جدا أهو وطبقنا وقدرنا نفهم أكتر بإذن الله الجزء الخاص بتغيير اتجاه الورقة وإزاي بكتب جوه الخلايا جوه ورقة العمل تعالوا نشوف الجزء اللي بعده الاكمال التلقائي يعني إيه الاكمال التلقائي ده يعني وليكن أنا كتبت مجموعة وليكن أنا كتبت شاشة في أول خلايا الخليل بعدها كتبت طبعة الخليل بعدها كتبت كيبورد موس وهكذا باجي عند الجزء اللي بعده بمجرد مكتب أول حرف لو هكتبه تاني في خلايا تانية بمجرد مكتب أول حرف بيظهر لي باقي الحروف محددة يعني بيكمل تلقائي زي ما احنا هنشوف دلوقتي على الجهاز إيه هو الإجمال التلقائي زي ما قلنا يبقى عند كتابة أول حرف من الكلمة في الخلية التي تقع مباشرة أسفل القائمة المدرجة تظهر باقي حروف الحروف محددة وبذلك نقع أمام ثلاثة اختيارات تعالوا نشوف إيه هي الاختيارات دي أول حاجة إما لقبول إدخال لو تمام معي الكتابة اللي بتظهر معي محددة بضغط Enter من الكيبورد طيب لو عايزة استبدل الأحرف المتخلط قدامي بكمل أو بكمل الكتابة هيغيرها لي طيب لو عايزة أحزف الأحرف المتخلة خالص بضغط على مفتاح باقي سبيس من لوحة المفاتيح دي ثلاثة اختيارات تعالوا نشوفهم على الجهاز عشان نفهم أكتر قدامي ها عندي الخلية A1 ضغطت عليها هكتب مثلا لوحة مفاتيح وهي عند الخلية اللي بعديها بمجرد مكتب بس عندي هندخل أصناف الأول كتبت شاشة مثلا برضو وكتبت طبعة والجزء اللي بعضه تعالوا نكتب هنا مثلا لوحة مفاتيح بمجرد ما كتبت أول حرف أو حرفين كتب لي هنا كملي بقية الكلمة تلقائي من الكلام اللي موجود قبله لو تمام مش بضغط انتر لو مش تمام بمسح بالكيبورد بضغط على باكس بيس أو أكمل الكتابة لو عايز أغيره زي ما قلنا التلات اختيارات موجودين معايا إما أمسح الجزء المدخل بالباكس بيس من لوحة المفاتيح أو أقدر أقبل الإدخال بضغط انتر أو بغير الكلمة خالص بأكمل الكتابة زي ما احنا خدنا دول التلات اختيارات عندي موجودين ده الإكمال التلقائي أوتو كومبليت تعالوا نشوف الجزء اللي بعده الجزء اللي بعده وهو الانتقاء من القائمة بيكليست طيب خاص بإيه هو الانتقاء من القائمة ده زي إيه زي عندي لما باجي أعمله إزاي لما أجي أطبق بأضغط بكليك شمال بكليك يمين على الخلية هاختار منها حاجة اسمها بيك فروم دروب داون لست بيظهر القائمة فيها كل العناصر التي تم إدخالها يعني مثلا زي الجزء اللي أنا عملته من شوية كتبت مثلا شاشة وطبعة وماوس وهكذا جيت بعد كده الخلية اللي بعدها عايز يظهر القائمة من الحاجات اللي أنا كنت كاتبها بضغط كليك يمين واختار له الاختيار اللي هو بيك فروم داون لست أهو تعالوا نشوفوا على الجهاز قدامي أهو أنا كاتب لوحة مفاتيح وشاشة وطبعة نيجي عند الخلية اللي بعدها أضغط كليك يمين واختار منه حاجة اسمها بيك فروم دروب داون لست هضغط عليها وبعد كده هيظهر القائمة هي فيها الحاجات اللي أنا كنت كاتبها قبليها قبل الخلية دي شاشة وطبعة ولوحة مفاتيح بالجزء اللي أنا عايزه باختاره وهكذا أقدر أشتغل بالجزء اللي أنا عايزه هضغط كليك يمين برضو واختار نفس الاختيار واختار طبعة وهكذا وأنا شغال على البرنامج يبقى عرفنا الانتقاء التلقائي الفرق ما بين الانتقاء التلقائي والإكمال التلقائي إكمال التلقائي زي ما قلنا بكمل الكتابة لو كتابة مكتوبة كلمة قبلية فخالية قبل كده بيكمل لي باقي الحروف لو أنا عايز أكمل زي ما قلنا يا إما بدغط انتر يا إما بحذف لو مش عايز أكمل أقدر أكمل الكتابة وغير الكلمة والإكمال اللي هو الانتقاء من القائمة بقول زي ما احنا قلنا بكتب الكلام وأقدر أختار من قائمة تاني بختار كليك يمين وأضغط على الجزء اللي احنا قلناه من شوية تعالوا نشوف اللي بعده إدخال الأرقام طيب الغرض الأساسي أصلا من إنشاء البرامج دي أو الجزء الخاص بإنشاء ورقة العمل هو إيه؟ الأرقام ليه طيب الأرقام؟ لأن أنا هستخدم منها الجزء الخاص بالدوال والصيخ أقدر كمان أعمل بها فواتير إلكترونية وأقدر يعني البرنامج ده أصلا خاص بالدوال والعمليات الحسابية اللي أنا هستخدمها في البرنامج تعالوا نشوف مع بعض أهو الغرض الأساسي من إنشاء ورقة العمل هو الأرقام حيث يمكن إجراء العمليات الحسابية عليها طيب إزاي بيتم إدخال التاريخ والوقت؟ بيتم إدخال التاريخ والوقت عندي التاريخ لي مفاتيح أما الوقت عندي بمفاتيح معينة طيب التاريخ بنضغط على كاترل زائد الفصلة المنقوطة أما الوقت بضغط على ثلاث مفاتيح مع بعض كاترل وشفت و الفصلة المنقوطة ده إدخال التاريخ والوقت تعال نشوف تدريب مع بعض عشان نفهم أكتر التدريب بيقولي كن بإدراج التاريخ في الخالية بي 5 وبعد كده كن بإدراج الوقت الحالي في الخالية دي 5 يبقى هتطبق التاريخ وهتطبق الوقت زي ما قلنا أهو بكتب التاريخ بقف على الخالية واضغط على كاترل و الفصلة المنقوطة بيكتب لي التاريخ تلقائي تاريخ الجهاز الحالي باجي أقف خالية تانية مثلا وليكن الخالية دي وقوله كاترل وشفت و الفصلة المنقوطة برضه هيكتب لي الوقت الحالي للجهاز كده عرفنا الفرق ما بين إدراج التاريخ وإدراج الوقت اللي بعده التعبئة التلقائية وطوفل يعني إيه التعبئة التلقائية دي ببساطة يعني وليكن أنا عايز مثلا كتبت أيام الإسبوع وليكن كتبت السبت بالعربي أو كتبت السطر دي بالإنجليش وسحبت بالموس من الركن في الآخر تحت زي ما نشوف دلوقتي سحبت بمجرد ما سحبت بكليك شمال بالموس لتحت أو لليمين أو لليسار بيجب لي باقي الأيام لوحده يعني بيكملي باقي الأيام لوحده طيب لو كتبت يناير وبرضه سحبت التحت بيجب لي باقي الشهور وهكذا وكمان أقدر أعمل قائمة مخصصة زي ما هنشوف مع بعض على الجهاز بالوقتي إزاي بقدر أعمل الكلام طيب تعالي نشوف على الجهاز التعبئة التلقائية أوتوفيل وهي تعبئة الخلايا من خلال القوائمة المخصصة الموجودة داخل البرنامج مثل أيام الأسبوع أو شهور السنة دي التعبئة أطلقوا آية تعالوا نشوفها إزاي على الجهاز أهو لما باجي أول خلية اللي هي A1 دي هكتب فيها وليكن Saturday مثلا 7 وهاجي أسحب تحت أهو بسحب بالمجبط الخلية لو ما لقي علامة الزائد كده تحورت الزائد أهو كتاب لي بقى أيام الأسبوع لوحده طيب لو جيت مثلا هاجي بعد كده هكتب ما نسحته بالليت أهو وهكتب هنا مثلا السبت بالعربي وهسحب برضه هيكملي بقى الأيام معي لوحده بتعبئة تلقائية طيب لو جيت كتبت مثلا يناير وسحبت برضه بنفس الطريقة هيكملي بقى الشهور وهكذا بتخلص بجد التاني والأيام والشهور زي ما نعارفين التتابع بتاعها ده الجزء الخاص بالتتابع طيب القوايم المخصصة تعالوا نشوف القوايم المخصصة إزاي أضيف قايمة مخصصة خاصة بيه وليكن أنا عامل قايمة مثلا فيها مثلا فروع وليكن زي فرع حلوان فرع القاهرة فرع الجيزة فرع باني سويف كل الفروع دي أقدر أعمل لها قايمة مخصصة عشان لما أجي أسحب برضه كده يضيفها تلقى أيام من نفسه أو أقدر أضيف برضه أي منتجات زي ما احنا عارفين أقدر أعمله إزاي تعالوا نشوفوا بننطبقوا إزاي على الجهاز التدريب بيقول لكم بإضافة قائمة مخصصة بأسماء منتجات الشركة التالية الشاشة لوحة مفاتيح موس وطبعة عايز أضيف المنتجات اللي قدامي دي أضيفها للقائمة المخصصة في البرنامج تعالوا نشوف بنحله إزاي عمليه على الجهاز قدامي ها عملت بختار من قائمة فايل أو تبويب فايل وأقول له هختار منها أبشنز خيارات وبعد كده هختار منها اللي هي الأدفانسد أهو بضغط عليها وباجي عند الجزء أسحب تحت خالص وانزل وهجيب الجزء الخاص ب قدامي عندي الجنرال اللي هو العام وأختار منها التعديل قائمة مخصصة أو قائمة مخصصة وبعد كده هدي القائمة الموجودة عندي على الجهاز أهي هقول له نيو لست أتأكد أن أعرف عليها واضيف فايلة اللي أنا عايزه أو القائمة اللي أنا عايزها ويكون هقول له شاشة واضغط انتر وانزل تحت سطر جديد واقول له لوحة مفاتيح وانزل سطر جديد واقول له موس وانزل سطر بعده انتر واقول له طبعة وبعد كده هقول له اضافة اضاف هالي لو تاخدوا بالكواع الجزء الشمال اهو تحت شاشة لو اضافت من ضمن القائمة الموجودة الأساسية في البرنامج واقول له أوكي كده أنا ضفت عملت القائمة الخاصصة واقول له أوكي برضه اهو عشان يطبق الجزء طيب تعالوا نجربوا نشوفوا هيعمل الكلام ده ولا لأ هجي عند أول خلايا فوق هكتب شاشة وهسحب لتحت هلاقي القائمة ظهرت معي وبتخلص وبتتجدد وبيكتب وهكذا زي ما احنا شايفين اهو لو سحبت تاني بيكمل هالي عادي طبيعي جدا زي ما احنا شايفين دي اسمها تعديل قائمة مخصصة يبقى عارفنا زي بضيف قائمة مخصصة من البرنامج يبقى البرنامج فيه قائمة موجودة زي أيام الشهو أيام الإسبوع وشهور السنة بالإنجليزي أو بالعربي وأقدر كمان أضيف قائمة مخصصة زي ما قلنا وأضيفها زي من تاب ويب فايل وأقول له options وأقدر أختارها من الاختيار جنرال وأعدل أعمل edit custom list وأقدر أضيف الأيام وأكتبها وأعمل القائمة اللي أنا عايزها زي ما أنا محتاج ده الجزء بالقائمة الخاصة تعالوا نشوف اللي بعده تكوين سلسلة الخلايا طول طولة واحده هضغط على الجزء الأدادي وهقوله في السيريس أهو عملي على طول تعداد أو تتابع منطقي أهو هسحب بيكمل باقي الأرقام لوحده من غير ما نقعد أكتب تاني وهو بيسلسلهم لي لوحده يبقى ده اسمه سلسلة الخلايا أو تكوين سلسلة الخلايا طيب التنقل بين أوراق العمل إزاي بيتم التنقل بين أوراق العمل قلنا لما باجي بعمل أفتح برنامج الـ Excel وأعمل دفتر عمل أو مصنف جديد بيجيب لي كم ورقة عمل افتراضية في النسخة اللي هي 2010 عندي بيجيب لي 3 أوراق عمل اللي هو الشيط 1 و 2 و 3 أقدر أضيف أوراق عمل جديدة وأقدر أحزف الأوراق اللي أنا مش عايزها وأقدر أعدل في أوراق العمل زي ما هنشوف مع بعض إزاي بعدل الجزء ده وإزاي بطبق في البرنامج تعالوا نشوف مع بعض قدام الجزء اللي تحت ده أهو بيقول لي عند إنشاء مصنف جديد نجد أنه يحتوي على ثلاثة أوراق عمل طيب إيه هما sheet 1 زي ما قلنا و 2 و 3 ده الافتراضي بعد كده أقدر أتم بتنقل ما بينهم بقى من الشريط اللي تحت أهو لو ضغطت على sheet 1 بيفتح لي الورقة اللي أنا وقف عليها و sheet 2 و 3 أقدر أتنقل ما بينهم زي ما أنا عايز نشوف بعد كده لإدراج ورقة عمل جديدة عايز أدرك بقى ورقة عمل جديدة بضغط في كذا طريقة بضغط click yamain بالماوس على الورقة اللي أنا عايز أضيف ورقة عمل قبليها وأقول له من القائمة اللي هتصار أختار منها insert يعني إدراج أو باستخدام الأداة اللي إحنا شايفينها الأداة اللي هي الآخر بعد آخر ورقة عمل موجودة في شريط التنقل أو من الكيبورد هقول له shift زائد F11 عندي بيطبق اللي بيضيف لي ورقة عمل جديدة طيب تمام نشوفها على الجهاز أحسن أهو أوراق العمل اللي تحت هجي عند الورقة اللي هي مثلا sheet 3 وأضغط click yamain وأقول له insert وبعد كده هختار منها worksheet وأقول له أوكي ضف لي ورقة عمل قبليها طيب تمام عايز الطريقة اللي بعده بعد كده دي الطريقة الأولى الطريقة الثانية أما بيضيف على الأداة دي أهي بضغط عليها هيضيف لي ورقة عمل برضو جديدة أو الطريقة الثالثة من shift و F11 من لوحة المفاتيح بيضيف لي ورقة عمل جديدة دي ثلاث طرق لإضافة ورقة عمل جديدة زي ما قلنا أقدر أعدل في أوراق العمل إذا كنت هحزف ورقة عمل أو أضيف ورقة عمل جديدة أو أغير أو أخفي أو أظهر ورقة عمل أو أعمل لها حماية كل ده هنتعرف عليه مع بعض وإحنا شغالين بإذن الله تعالوا نشوف اللي بعده إزاي بقدر أعمل إعادة تسمية لورقة العمل rename طيب أول حاجة بيتم الضغط مزدوجا على ورقة العمل بضغط على ورقة العمل تحت وليكن sheet 1 أو 2 بضغط على ضغطتين شمال وبعد كده بكتب الإسم الجديد لورقة العمل وأقول له enter من الكيبورد طيب الطريقة اللي بعد كده يا إما بضغط بclick ايمين بالماوس على اسم ورقة العمل بيظهر لقايمة بختار منها rename اللي هي إعادة تسمية طيب تمام تعالوا نشوف عملي أهو قدامي sheet 3 وليكن عايز أغير اسمها بضغط عليها ضغطتين شمال بالماوس وبعد كده أقدر أكتب اسم الورقة وليكن ورقة رقم واحد مثلا وهقول له enter الطريقة الثانية كليك ييمين بالماوس وهقول له rename إعادة تسمية وبعد كده هكتب الاسم اللي أنا عايزه في ورقة العمل وبعد كده بضغط enter وخلاص بيتعدل معايا الاسم ده كان إعادة تسمية ورقة العمل تعالوا نشوف اللي بعده عايز أحزف ورقة العمل طبيعي برضه من نفس الاختيار بضغط كليك ييمين على ورقة العمل اللي أنا عايز أحزفها وهقول له delete من القيمة اللي هتظهر معايا نشوفها عملي على الجهاز وليكن عايز أحزف ورقة واحد دي هضغط على كليك ييمين وقول له delete اتحزفت معايا ورقة العمل يبقى الغاية دلوقتي احنا ماشيين خطوة وخطوة مع بعض بإذن الله نقدر نشتغل بالبرنامج نحن ناخد الأساسيات زي ما قولنا وبعد كده نقدر نتقدم في البرنامج ونفهم أكتر في الصياغ والدولة لما نوصل لمرحلة متقدمة بإذن الله من البرنامج نشوف اللي بعده وهو تحديد أوراق العمل في المصنف عايز أحدد أوراق العمل طيب أحددها إزاي يا إما بضغط بكليك شمال على اسم ورقة العمل بضغط عليها ضغطة بتتحدد طيب ده لو ورقة واحدة طيب لو أوراق متجاورة بقى جنب بعضيها أوراق عمل متجاورة سواء ورقتين أو أكتر من ورقتين بعمل إيه؟ بضغط فوق تبويب أول ورقة وبعد كده بضغط على شفت من الكيبورد أفضل دايس بشفت وبعد كده بضغط على آخر ورقة بيحددهم لي مع بعض اللي ما بينهم بيحددهم لي مع بعض طالما متجاورين طيب لو أوراق عمل غير متجاورة بضغط فوق أول تبويب وبعد كده بضغط كنترول أو كاترل من الكيبورد وباستمر بالضغط فوق الأوراق اللي أنا عايز أحددها وهي غير متجاورة يبقى لو أوراق متجاورة بضغط على شفت وأضغط بالاستمرار بالموز ولو غير متجاورة بكنترول أو كاترل وي بالموز طيب لتحديد بقى كافة أوراق العمل متجاورة أو غير متجاورة أو غيره بعمل إيه؟ بضغط فوق أي ورقة عمل وأختار منها من القيمة بضغط كليك يمين وأختار منها سليكت أول شيتز اللي هي اختيار كل أوراق العمل طيب تمام نشوف على الجهاز دي نحن متعودين قدامي هوا دي أوراق عمل معمولة عايز أحدد الورقة دي مثلاً والورقة المبينهم بضغط أهوا شفت واضغط على أول ورقة وآخر ورقة أحددهم كلهم طيب لو ضغط عايز أوراق عمل غير متجاورة بقى هاضغط على كاترل من الكيبورد واضغط على الأوراق الغير متجاورة وأنا دايس على الزرار ما سيبش إيدي وبضغط بالإيد التانية بالموز طيب لو عايز أحدد أوراق العمل كلها بضغط كريك يمين على إيه ورقة عمل وأختار سليكت أول شيتز حدد لي كل أوراق العمل ده الجزء الخاص بتحديد أوراق العمل تمام تعالوا نشوف اللي بعده إزاي أخفي ورقة عمل موجودة في البرنامج وظهرها تاني طيب الهدف من إخفاء ورقة العمل وليكن أنا شغال على ورقة عمل وليكن فيها أجزاء مش عايز الجزء ده يظهر قدام أي حد هيفتح الورقة بعمل لها هايد أو إخفاء مش بمسحة يبقى أنا بخفيها وأظهرها وقت ما أنا محتاج أظهرها بس ما تظهرش مع فتح البرنامج طيب هنعملها إزاي تعالوا نشوف برضو على الجهاز بضغط كليك يمين بالموز على اسم ورقة العمل وأختار منها هايد فهتختفي ورقة العمل طيب أظهرها تاني إزاي بقى بنفس الطريقة بضغط على كليك يمين على أي ورقة عمل واختار منها أنهايد اللي هي إزهار فهيظهر مربع حواري هنختار منه الورقة اللي أنا عايز اللي هو بيجي يظهر لمربع في الورقة المخفي تعالوا نشوف بعد كده أقول له أوكي تعالوا نشوف هنعمله إزاي قدامي أهو وليكن الورقة دي هضغط عليها كليك يمين وقول له هايد عايز أخفيها اختفت معي هي كده ما تحزفتش بس موجودة بس مخفية عايز أظهرها تاني كليك يمين وقول له أنهايد إزهار عامل فتح لي مربع أو بيقول لي عايز تظهر إيه هي ورقة واحدة هين ليشيت سري هقول له أوكي ظهرت معي بالطريقة دي يبقى عرفنا إزاي أقدر أخفي ورقة عمل واظهرها وكمان أقدر أعمل حماية لأي أوراق أعمال بعد كده هنعرف إزاي لما نتقدم بإذن الله في البرنامج إزاي أعمله في المصنف كله بكلمة سر وهعمله بروتيكت حماية تعالوا نشوف الجزء اللي بعده إزاي بيتم نسخ أو نقل محتويات ورقة بالكامل طيب أول حاجة بضغط كليك يمين بالموز على اسم الورقة المطلوب نقل أو نسخ محتوياتها واختار منها موف أو كوبي اللي هو نقل أو نسخ وبعد كده بختار لو أنا عايز أنسخ بقى المحتويات بنشط واختيار كريت أكابي وبعد كده هضغط أوكي نشوفها على الجهاز عطول قدامي الجهازة هو ورقة العمل دي مثلا عايز أغير فيها أضغط كليك يمين عايز أنقلها أو أنسخها هقوله موف أو كوبي وبعد كده هختار منه أو بيقوله بيفور شيت عايز تنقلها قبل شيت كام هقوله شيت سري مسلا لو عايز عمل نسخة منها تانية هعلم على الاختيار كريت أكابي إنشاء نسخة وهقوله أوكي عمل لنسخة تانية منها أو زي ما احنا شايفين مع بعض على الجهاز يبقى عرفنا إزاي بقدر أنقل وأنسخ محتويات الورقة في الإكسل طيب إزاي بيتم تلوين أوراق العمل طيب إيه الهدف من تلوين أوراق العمل يعني أنا بلون ورقة العمل ليه طبيعي مثلا وليكن أنا عندي مشروع أو شكال في شركة أو عامل تصميم بسيط عامل بيانات لي أنا عايز أقسم كل ورقة عمل بلون مختلفة عشان أميزها مش عايز أعود أقرأ وأشوف دي ورقة إيه وليكن عايز أخلي مثلا شهر أكتوبر باللون أحمر شهر موفمبر باللون الأزرق شهر مثلا يناير باللون الأصفر وهكذا كل شهر بلون التابويب بتاعه عشان أعرف أسهل التواصل بتاع الشغل معي وأنا شغال على طول بمجرد ما نشوف اللون أعرف إيه التصميم تعالوا نشوفوا إزاي بيتم تلوين أسماء ورقة العمل لتميزها والتعامل معها طيب بيتم إزاي بضغط كليك يمين بالموز على اسم ورقة العمل وبختار منها تاب كالر فتظهر قائمة بمجموعة الألوان نختار منها اللون المطلوب طيب تمام نشوفوا على الجهاز على طول وليكن عايز ألون الشيط ده أهو الشيط 1 بضغط كليك يمين وأقول له من تاب كالر هختار اللون وليكن اللون ده ماشي مش هيبان معي إلا ما أروح الخليل الورقة العمل لبعديها وليكن عايز أغير اللون ده برضو لون الورقة دي هقول له اللون مثلا ده نيجي على الشيط اللي بعده وأقول له أهو كل شيط بلون مختلف مميز عشان أقدر بيسهل معي التعامل مع المصنف طيب تمام ننتقل بعد كده للجزئية الأخرى وهي تحديد الخلايا طيب تحديد الخلايا بيتم تحديد الخلايا إزاي نشوف مع بعض عايز أحدد مثلا العمود ده بضغط على اسمه من فوق وهو A وB مثلا C بمجرد بضغط عليه من فوق بيتحدد طيب الصف بضغط على الرقم بتاعه بيتحدد برضو بالكمل طيب مجموعة الخلايا دي بحددها إزاي بسحب بكليك شمال وأفضل دايس استمرار بالضغط وأسحب للجزئة الأنعاد طيب لو عايز أحدد أجزاء متجاورة خلايا متجاورة بشفت وأضغط بالأسهم وأنا دايس شفت طيب عايز بعد كده أهو أقدر أحدد مجموعة أعمدة وأنا ضغط كنترول وباستمرار بضغط كنترول أضغط على الأعمدة أو الصفوف زي ما أنا عايز طيب الخلايا برضو بنفس النظام بضغط كاترل ملكي بورد وأحدد أهو الجزء اللي أنا عايزه من الخلايا بيحددها لي طبيعي جدا يبقى أنا دايس كاترل وكليك شمال بالماوس نشوف اللي بعده قدامي الجدول اللي قدامي ده طيب الأدوات التنسيق في الأرقام بتختلف عن باقي الأجزاء طيب يعني إيه الكلام ده يعني وليكن أنا كاتب عامل فاتورة فيها جزء خاص بالفلوس أو العملات طيب العملات ده هعملوا بإيه يبقى هعدل الخصائص هخليها تظهر برمز العملة اللي هو إذا كان الدولار أو جنيه مصري طيب لو عايز أعمل تعديل برضو فيه خاص بالنسبة المقوية تظهر لي علامة النسبة المقوية وليكن 20 أخليها تبقى 20% ويبقى أغير من التنسيق بتاع الأرقام نشوف الفرق ما بينهم أول رمز قدامي في الجدول اللي احنا هنشوفه بإذن الله أهو الرمز الاس ده نمط العملة الدولار رمز الدولار ده نمط العملة وهو خاص ب بيعرض لي العدد على أنه أعملة طيب النسبة المقوية اللي قدامي دي علامة الفيلمية دي نمط النسبة المقوية طبيعي بيعرض لي العدد على أنه نسبة مقوية باستخدام رمز النسبة المقوية طيب النمط الفاصلة اللي هي الكومة دي أو فاصلة بيعرض للرقم مع الفاصلة بتاعته أو الكسور طيب إنقاص المنازل العشرية مع كل نقرة يقوم بإنقاص رقم عشرين. نشوف الكلام ده بننفزه إزاي. طيب يتم تنفيذ تلك التنسيقات بطريقتين. الطريقة الأولى يأما بنحدد الخلايا أو الخلية. وبعد كده بختار بنشط التبويب هوم وأقول له من المجموعة نمبر. هقول له هاختار منه التنسيق اللي أنا عايزه. الطريقة الثانية. بحدد الخلية أو مجموعة الخلايا المراد تنسيقها. بحددهم بالموس. وبعد كده بضغط السهم الموجود يمين المجموعة نمبر. في سهم صغير هنشوفه مع بعض. بعد كده بيظهر مربع حواري بختار منه التنسيق المطلوب. نشوف الكلام ده على الجهاز على طول عشان نفهم. قدامي مثلاً تبويب هوم أهو. ونمبر. هاجي عند الجزء الخاص بأهو الجزء ده الخاص بالنقلمات. هاختار مثلاً وليكن جينرال عام نمبر رقم كرنسي عملة. شورت ديت تاريخ قصير لونج ديت تاريخ طويل. البرزنتيج اللي هي نسبة مقوية والتيكست نص. هاختار منه مثلاً وقلنا زي ما قلنا دي النمط العملة وهنا العلامة الـ 100 وين الكزور. طيب هاجي هحدد الخليه دي وهكتب 10.5. هاجي بعد كده أحدد أقفل على الخليه من بره. وهقوله حول هالي هضغط عليها وقوله حول هالي إلى كرنسي عملة. حطيلي جنبها جنيه مصري. ليه جنيه مصري؟ إنه عملة متعارف عليه في الجهاز بالجنيه مصري على حسب إعادات النسخة. طيب خليته نسبة مقوية برزنتيج. أو أختارها من بره خير هالي وأقدر أصغر أقلل الكسور من السهم ده أو أعكس بالسهم الجنب. تمام؟ تمام. يبقى كده عرفنا إزاي بعدل في الجزء ده وأقدر أعمل كسور من هنا وأقدر أعمل علامة في المية من هنا. ده الجزء الخاص بالتنسيقات الأرقام. الطريقة الثانية زي ما قلنا بضغط على السهم الموجود على يمين نمبر. بضغط عليه بيظهر لمربع. المربع ده بختار منه نمبر وأقول له جنرال. وهختار منه نمبر عندي وأختار منه الجزء اللي أنا عايز أعدله. أو كورنسي إزا كان عملة بالجنيه المصري أو الدولار أو عملات تانية. أهو أقدر أغير العملة اللي أنا عايزها. الديت من هنا التاريخ. الوقت أقدر أعدل. وهكذا كل دي النسب المقوية. وعندي تيكستوها كذا أقدر أغير منه التنسيقات اللي أنا عايزها. يبقى كده عرفنا إزاي بغير في التنسيقات بتاع البرنامج. وأضيف أرقام إزاي. وإمتى أخلي الرقم إزاي أخليه بنسبة مقوية. يظهر لي كنسبة مقوية. وإمتى أضيف الفصلة. وأقدر أعمل زيادة للأرقام العشرية. وإمتى أقدر أعمل نقص للأرقام العشرية. وإمتى أضيف إزاي أضيف العملة اللي هي من الجزء الخاص بالنبر. وأضيف العملة كارنسي. كده عرفنا الجزء الخاص بالأرقام وإزاي أنا أستقوه مع بعض. تمام. نشوف الجزء اللي بعده. التدريب. التدريب بيقول لي. كن بإدخال البيانات التالية بوراقة العمل الأولى كما بالشكل التالي. قدامي ورقة عملها هي. فيها الأرقام ونمط العملة ونسبة نمط النسبة المقوية ونمط الفاصلة. طيب. نشوف هم هيتعاملوا إزاي على الجهاز المطلوب. المطلوب اختر للخلايا الموجودة بالصف الثاني نمط العملة. اختر للخلايا الموجودة بالصف الثالث نمط النسبة المقوية. واختر للخلايا الموجودة بالصف الرابع نمط الفاصلة. نشوف عملية على الجهاز. كتبت الجدولة ههو زي ما إحنا عارفين إزاي بنكتبه وقلنا. عايز بقى أجي للجزء الخاص بالأرقام دي. أحددها كده مثلا. أحدد الجزء الخاص بالنمط العملة ده. المجموعة الخلايا بسحب بكليك شمال بالموز. وأسحب بالاستمرار لغاية ما أحدد الجزء. وأختر منه هنا كارنسي عملة. خلها لي زي ما إحنا شايفين. حطيلي جنبيها لعملة جنيه مصري. طيب نمط النسبة المقوية. أحدد الجزء ده. وأقول له علامة الـ present اللي هي لنسبة النسبة في المية. ظهر لي الأرقام بنسبة في المية. نمط الفاصلة. هاجي عند الجزء ههو. أحدده برضو بكليك شمال وأسحب. يازم أحدد الجزء اللي هيتطبق عليه الأول. وبعد كده هاضيف الكومة. ضف لي الفاصلة أو زي ما إحنا شايفين نمط الفاصلة. كده عرفنا إزاي بنحل التمرين. إزاي أقدر أطبق أي تعديلات على الأرقام. وليكن أنا صممت فاتورة إلكترونية على برنامج الإكسل. إحتاجت أضيف العملة بالجنيه المصري أو غيره. أقدر أضيفه إزاي؟ وأحدد وأقدر أختار currency أو أختار نسبة مقاوية أو أغير في المنازل إذا كنت أضيف جزء عشري أو أشيل الجزء العشري. نشوف الجزء اللي بعده إيه؟ هناخده تعالوا نشوف تنسيق بيانات الخلايا. إزاي بيتم تنسيق البيانات جوه الخلايا؟ أهو نشوف. قدام الجدول ده مش معموله أي تنسيقات زي ما إحنا شايفين. عايز أعمل له تنسيقات بحدده كده. وباجي من الجزء اللي هو هوم. وأقول له الجزء هنا هاجي عند اللون مثلا أخليه بولد الأول سميك. وبعد كده أقدر أغير في التنسيقات بتاعته زي ما نعايز أخليه إتاليك مائل شوية. طيب إيه الجزء ده مش ظاهر شبه بيك ليه؟ لأنه الخلايا مش مكافية بوسع ما بينهم كده أجي ما بينهم مسحب. باجي بعد كده عند الجزء اللي هو الخاص بالفل الملء أو التعبئة. وهاجي عند الجزء اللي هو الجردل ده هاختار اللون اللي أنا عايزه. أهو عمالي تعبئة للخلايا. طيب مش ظاهرة مش متحددة أو معمولة في الجدول. هضغط على الجزء ده وأقول له بوردرز وأختار أول بوردرز حدود. ظهر لي الجزء فيه جدول منسك زي ما إحنا شايفين. هحدد إيبقى أي تنسيق لازم أحدد قبل ما أطبق أي تنسيق بحدده بالماوس. واختار لون الخط وليكن اللون ده. وأقول له اللون وليكن ده مثلا. وبعد كده أقدر أحدد تاني برضو أهو. وبعد كده أختار منه الكبر من الإيه؟ اللي هنا أو أصغر زي ما إحنا عارفين. برضو زي ما قلنا لو ظهر لي الشباكي بقى الجزء مش ظاهر معي. وهو أصغر من الإيه الصغيرة وبقدر أعدل فيه التنسيقات والخطوط زي ما إحنا عارفين إزاي بعدلها وأوسع كده عشان لو في حاجة جزء مش ظاهر. هاجي عند الجزء اللي تحت ده وأقدر برضو أحدده كده أحدد الخليتين دول. وأعمل لهم دمج من هنا ميرج أنسينتر دمج وتوسيط. اتحددولي الدمجوا في خلية واحدة أقدر أستخدمهم كخلية واحدة وأكتب جواهم الخلية اللي أنا عايزها. هاجي عند الأرقام برضو وهقوله أغير لون الخط أخلي مثلاً اللون ده طيب. عايز أخلي باقي الألوان زيها هعايز أنسخ التنسيق ده هقف عليه على الأرقام. وأقوله فورمات بنتر أو رمز الفرشة أهو ونسخت التنسيق ده وهنسخ نمط النسبة العملة زيه يبقى زيه أهو وهكذا أقدر أنسخ التنسيق من الفرشة. طيب أغير الخط بحدد الأول قبل ما أعمل التنسيق. واختار النوع الخط اللي أنا عايزه زي ما قلنا وأقدر أوسع ما بين الخلايا. وهاجي عند الجزء مثلاً اللي هو ده وغير في التنسيقات بتاعته هحدد الجدول كله. وأقول له مثلاً عندي هضغط من السهم اللي بتاع المحاذاة alignment أهو. وهقول له الإعدادات الخاصة بيها أقدر أخلي الإعدادات اللي أنا عايزها. وأغير برضو حجم الخط وأنه نفس الإعدادات اللي عملنا مبارا أقدر أعملها برضو من الجزء اللي هو في السهم اللي هو لأسفل. دي طريقة ودي طريقة أقدر أختار منها الطريقة اللي تريحني وأشتغل بيها والتنين هيعملوا لنفس الوظيفة. وبعد ما أغير فيها هقول له أوكي. بعد كده أنا غيرت في تنسيق الخلايا وزبطت فيها زي ما احنا شايفين. يبقى كده عارفنا إزاي بيتم تغيير التنسيق بتاع الخلايا. بقدر أحدد بس قبل ما أنسق زي ما قلنا بحدد الخلايا أو أحدد الجزء اللي أنا عايز أنسقه. ومن التبويب هوم بختار بغير نوع الخط وحجم الخط وأقدر أغير الألوان وأعمل تعبئة وأعمل تحديد للحدود بتاع الخلايا. وأقدر أدمج خلايا ميرجان سنتر وأقدر أعمل أي تنسيق أنا محتاجه في الخلايا. ننتقل إلى الجزء اللي بعده وهو جزء مهم جدا الفرق ما بين التنسيق التلقائي والتنسيق الشرطي. تعالوا نفهم مع بعض كده قبل ما نبدأ الفرق ما بين التنسيق التلقائي والتنسيق الشرطي. التنسيق التلقائي من اسمه اللي هو التنسيقات اللي أنا بعملها طبيعية تلقائيا بختار تنسيقات جاهزة بتتطبق على الجدول. طيب التنسيق الشرطي من اسمه تنسيق شرطي يبقى بحط له شرط او اكتر عشان يعملي تنسيق معين طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا انا عايز عملت جدول فيه درجات الطلاب وليكن عايز اعرض الدرجات اللي هي الجدول كبير جدا قيمة كبيرة عايز اعرض الدرجات اللي هي اقل من 50 اللي هي الرسبة مثلا درجات الرسوب اقل من 50 تظهر لي باللون الاحمر ويعملي تعبئة ازاي اعملي الكلام ده؟ هو ده اسمه التنسيق الشرطي نشوف مع بعض ايه الفرق ما بينهم على العمل على الجهاز قدامي الجدول ده فيه مجموعة اسماء وفيه درجات اللغة العربية ودرجات اللغة الانجليزة زي حددتهم بكليك شمال واسحب لغاية محددهم بالموس واجي من تبويب هوم ومن المجموعة ستايليز هقوله فرومة استيبل وهاختار منه وليكن التابل ده قدامي بيقولي المدى ده هقوله ايوه اوكي اهو عمال لي تنسيق تلقائي ده اسمه تنسيق تلقائي جاهز في البرنامج اقدر ارتب الاسماء دي من السهم ده اقوله سورت ايه توزاد ايما رتبه من الالف لليه او من ايه توزاد او العكس ابجدي تصعودي او تنازلي واقدر اغير في الاعدادات بتاع التحديلات بتاع الجدول التنسيق واقدر اغير في اي جزء انا عايزه وهاجي عند الهيدر هنا واقوله هوم طيب نيجي بعد كده الجزء اللي انا عايز اعمله اللي هو التنسيق الشرطي كونديشن الفورماتينج اهو بقوله اضغط عليها بس لازم يكون محدد الجدول زي ما قلنا واقوله هايلايت سيلز رولز واقوله ليه زين اعمل لي هايلايت كده او تحديد او تمييز للخلايا اللي هي ليه زين يعني اقل من هقوله اقل من خمسين خليها لي باللون الاحمر الفاتح ومعبقة الخط النص بالدارك ريد اللي هو الاحمر الغامع ظهر لي زي ما احنا شايفين الالوان الدرجة اللي هي الراصبة اقل من خمسين متلونة باللون الاحمر ومتظللة برضو بالاحمر الخفيف يبقى ده الفرق ما بين التنسيق الشرطي طيب اعايز اشيل برضو اهو التنسيق بقوله clear law roads واقوله شلي التنسيق من الجزء اللي نوقف حالي لا انا عايز احدد الجزء كله وهاجي من condition formatting برضو هقوله clear roads تنظيف القواعد او اشيل كل الجزء اللي انا عملته ظهر لي زي ما احنا شايفين بالجزء اللي احنا عملنا طيب التنسيق التلقائي ده فايدته ايه زي ما احنا شفنا الجدول لما عملناه اول مرة غير تاني مرة الجدول لما عملته من غير تنسيق ولا من غير الوان ولا من غير يعني بيديله شكل جمالي كده لازم اعمل تنسيق اللي هو تنسيق التلقائي فيه تنسيقات جاهزة في البرنامج وقدر اعمل لنا تنسيق من نفسي اقدر اضيف الالوان اللي انا عايزها وقدر اغير حجم الخط ونوع الخط والالوان اللي انا عايزها على حسب معاملها وقدر اضيفها فيه تنسيق جاهز تلقائي طيب وقلنا التنسيق الشرطي ده اقدر استخدمه في ايه وليكن انا عندي شغال مثلا عندي عايز اعرف الاركام القليلة مثلا الناس النكحة الناس اللي جايبه فوق درجة كذا الامتياز اذا كان ناجح او صاد وهكذا اقدر اعمل التنسيق الشرطي ده عشان بقول له وحطيلي شروط نسألي الاركام دي مثلا او الجدول ده لما يبقى وليكن زي ما احنا شفنا اقل من خمسين بيظهر لي باللون الاحمر الفاتح والغامي اقدر اغير كمان التنسيق اللي انا اعايزه تعالوا نشوف مع بعض الجزء اللي بعده تنسيق الصفوف والاعمدة هندرس ايه في تنسيق الصفوف والاعمدة ازاي بيتم ادراك صف او عمود ازاي بيتم حسف صف او عمود ازاي بيتم عرض تعديل عرض العمود وارتفاع الصف ازاي بيتم تجميد عنوين الاعمدة اللي هي فريز بنز وازاي باخفي عمود او صف وازاي بظهرهم تاني ازاي بنسخ محتويات خلية ازاي بنق المحتويات خلية وازاي بعمل بحث واستبدال وازاي بيتم الزهاب الى خلية معينة داخل الورقة نشوف المجموعة دي مع بعض على مهلينة كده نركز فيهم عشان الفيديو ده هيبقى شامل كزا جزئية باجي عند الجزء اهو قدامي انا اعمل الجدول اللي فات هاجي عند العمود سي بضغط عليه من فوق واقول له انسرت ظهر لي اضاف لي عمود جنبه قبلوة احلا هنا اعرفنا عزاي اضاف صف اقول له اقل لي صف قبلوة ぞي تمام هاجي عنده هوم والتتابويب هوم واقول له اذیک شك روز احلا اعمدة صفوف Red صفوف Red طيب اعزف حالة او من فوق hers واقول له ديليت روز. طيب عايز برضو احزف العمود ده بضغط على سي من فوق وقلو كليك يمين و ديليت. طيب تمام. ده الجزء الخاص بالادراج والحسف. نيجي انا وسع ما بين الخلايا او الاعمدة او الصفوف باجي ما بينهم كده في الاسماء واسحب لفوق او لتحت عشان يوسع لي الخلايا. طيب كليك يمين واقول له رو هايت يعني ايه? يعني ارتفاع الصف هقول له خليه تلاتين. زي ما انتم شايفين? اقدر اغير. طيب لو حددتهم كلهم وكليك يمين وقلت له رو هايت. واقول له وليكن تلاتين. اعملهم لكلهم بنفس النسبة المتوازية. لان انا محددهم كلهم. طيب بنفس النظام العمود برضو كليك يمين وقلت له كلهم نهيت. كلهم نهيت. وقلت له تلاتين. واخترت اوكي. عملهوا لو عايزهم اللي اتنين مع بعض بنفس الطريقة. بحددهم برضو واختار نفس النظام. طيب اعايز الجزء اللي فوق ده اهو اللي هو فيه العنوين. بحدده كده. واقول له من التبويب view وهاجي عند الجزء اللي هو freeze bands. اعايز اعمل تجميد ليه بحيس ان انا لما اجيقلب اهو هنزل لتحت. يظهروا معي لو انا عندي قائمة طويلة لا يظهروا معي يفضلوا سابتين متجمدين يعني بسبتهم يعني اعملهم تثبيت. عايز الغيهم باضغط تاني واختار unfreeze bands. عملي اغغاء اهو لو نزلت هيروحوا معي. طيب العمود ده اللي هو رقم C. عايز اخفيه كليك يمين هو من القائمة اقول له hide. عايز اظهره تاني بحدد العمودين اللي كان ما بينهم واقول له العكس بتاعه unhide. طيب بنفس النظام الصف برضه اخفي واظهر بنفس الطريقة. اه لو عايز احدد الصف ده مثلا هقول له كليك يمين واقول له C. وبعد كده هقول له كليك يمين واقول له paste. نقل نقلته من هنا لهنا. وبعد كده عايز اقصه هاضغط كليك يمين واقول له cut. وبعد كده هاجي عن 13 وهنا واقول له paste. بعد كده عايز اغير في التعديلات بتاعتي ايب اعرفنا ازاي بعدل في الجزء اللي انا حملته. من tab web home واقول له find and select. من editing واقول له find. وبعد كده اقدر اذهب للخلية اللي انا عايزها. طيب. وللأسف خلقتنا خلصت النهاردة. اتمنى تكونوا استفدتوا من الجزء اللي احنا اخدناها النهاردة. يا ريت زي ما احنا اخدنا النهاردة الجزء اللي احنا اخدناه مع بعض. نطبق على الجهاز لو عندنا جهاز في البيت او في اي مكان. ونغلط ونصلح مع بعض باذن الله هنفهم اكتر في الجزء اللي احنا اخدناها. نلتقي في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.